رمضان كريم فطورنا اليوم هو ريش لحم وياها صوص الفلفل والبطاطا المهروسة او الماش بطايتو راح نسيفة الطبق مميز جدا وممتع جدا بالاكل نبدأ بالبداية بريش اللحم بالبداية راح أتبلها أخلي عليها ملح وفلفل أسود وبابريكا وأخلي وياها ثوم وأخلي فلفل حار يعني شرائح إذا متحبون الفلفل عادي وشوية زيتون أتبلها أخليها كم ساعة قبل لا أطبخها والبطاطا أسلقها أخليها تستوي صوص الفلفل محتاجي للفلفل الأحمر البارد وطماطا وثوم مهروس أو مثروم معجون طماطا صويصوص وشوية بهارات أول شي أخلي زبدة على النار وأبدي أحمس الثوم بعدين أخلي علي الفلفل أو فكم دقيقة يلا أضيف للطماطا وأضيف الصويصوص أحمس معجون الطماطا ملح والبهارات أخليهم على نار عالية بالبداية بعدين أنصيهم راح يأخذ من عندي الصوص 15 دقيقة ويسج وهذا القوام ورا عشرين دقيقة تقريبا هسا نجي على البوتياتا ورا ما سلقناها راح نهرزها أخلي عليها جبن أخلي عليها زبد ملح وفلفل أسود شوية حليب رشة بسيطة من الحليب وهذا القوام اللي أريده حتى نسوي الريش راح أخلي زبد وأخلي الريش عليها روزماري والثوم والفلفل اللي تشانوا إياها وأظل أقلبها على الجهتين وطاوة حارة كلش النار عالية وظلوا قلبوها على كل وجه راح تأخذ خمس دقاقة أو أكثر على كل وجه وعلى الصفح حمين على ما تستوي تماما ويصير بيها هذا اللون طبعا تحمرت واستوت وصارت كلش طيبة قدموها بأي طريقة تعجبكم هاي الطريقة اللي أنا قدمت بيها طبق ولا أطباق المطاعم كلش ممتع بالأكل جاء ربو بالعافية مقدما ترجمة نانسي قنقر